السلام عليكم وصبح الخير وصبح النور وصبح السعادة والهنا والتيسير عليكم جميع أشخباركم أموركم هانية كنتم بنا تكونوا كلكم باخر وعلى خير وبيئة مصطحة اليوم فيديو جديد وصبح ديال التولاتة ستشارك معكم روتين صباحي كله طاقة وتحفيز كي يحيد العقز اليوم ان شاء الله سنوجد معكم سويس رول كيك رولي اقتصادي وسهل وسريع كي يوجد ضغية ستشارك معكم إنساء الله واحد طويزين بالحوت والخضيرة والمهم الروتين ديالنا كي يبدأ فأنا بديت كنسطف الدر بعد ما دوست طابة وسست الفراش صافي بديت كنزفف بزافيل وصاني كروه بس نسمو الرحة ديال النقا فأنا قبل ما نبدأ نزمع في الدر خدمت الماكينة بس تضر ليه الى الحويز وطلعت المناطي بس يتسمسه وخاكنت بقى سمسه ما طالعاش صافي وبديت في الدر وهناي صافي سست الفراش وشطبت وجففت صافي بديت كنرد الفراش وما تنسونيش خواتاتي وميماتي الزوينة الفنت من واحد لايك واشتراك وبرتاج للفيديو شكرا وتعليق فتعليقكم كتفرحني شكرا لكم على التعليق ديالكم الزوينة الله يجازيكم بالخير وإلا كنتوا أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش أنكم تشجعوني وتخليوا واحد لايك واشتراك وتعليق وهذا فضل منكم وليس أمر وشكرا لكم وهناي بديت كنمسح السراجم هنا صافي كملت المهم صافي قديت السالون ديالي ده بغا نخرج المريح والضر ندوز على بتاني الجفاف بعد ما دوزت الشطابة فأنا كندوز الجفاف وأكيد فأنا دائما كنقسم أشغالي باش ما كانت تغلبش كل نهار كندير شي حاجة فبالنسبة لي وما عنديش العزينة وهناي يصل في الحويج تصبنو جيت باش ننشر الشميشة طلعات وبديت كننشر الحويجات ففغا نستمر رحت ننشر هوم كاملين ونمرو إن شاء الله نكملو التاتيمة ديالفيديو فكيف ما كنت تعرفوا الوليدة الدغية كيتوسخو ودابا البرد كننبسو مزيان جوش سراول والحويجات كشوية كتير تقريبا يوميا كنخدم الماكينة قليل شي نهار لي ما كنخدمهاش انا يا صافي كملت ننشر وهنا يجيت الكوزينة فأنا غسلت واحد الحوتة ودابا ارجعت البوطة بديت كندوز فأنا دوزت عليها اوني مع جافيل ودوزت علي البوطة جي كامل ودابا بديت كنمسح صافي غندوز المسح البوطة والبوطاجي هما اللوولين عاد ندوز لافابا باش نحكوه مزيان حيتي يلا غسلت واحد الحوتة راكم عارفين الريحة ديال الحوت داروري منقوني مع جافيل مزيان باش كتتحيد الريحة ديال الحوت وهنا يا صافي جيت حكيت لابابا وكنت كنغسل الروبيني وهدو كل اللعيبات اللي كيكونوا هكا لسقين مبيل الحيط الروبيني دوزت هكا لغسيل من حداهم وتخشى لي يا صبعي وصدقت مجروحة جرحتني ادي كل اللعيبة كيف مما كتشوفوا يديها كتسيل بالدم من قبيلة ما بغتش توقف ايو الحمد لله هاد الشي اللي قسم الله اللهم لك الحمد على كل حال فهنا يا كنت غسلت الحوتة كيف مما قلت لكم ومني دوزت على البوطة جيت باش نغسل مزيان لابابا وندوز على الروبيني وحدا الروبيني كل شي ندوز عليه باش ما كتبقاش الريحة الريحة للحوت وصدقاته كل اللعيبة اللي حضروا بني دائما كنغسله وكنغسل لحدهم ما عمرني مت جرحة اليدي هاد المرة جرحات بصراحة ماضيين ايو قدر الله ما شاء فاعل ايو معليش وهذا حل لي معندو عوين لي معندوش لي ديرلوش حاجة وخات جرحي وخات قلسي داروري تكملي شغالك الحمد لله خرجت طريفة صافي غسلتي الدية مزيان وصافي او مريت كنكمل فانا نقيت الخضيرة او بديت كنقطع قطعت خزول وبطاطة كنقطعها رقيق ضروري الخضران نقطعوها رقيق وهناي الحوتة فانا قسمتها على جوج كنتخذيتها بثلاثين درهم ومنغسلتها قسمتها على جوج وهناي في طبصيل ووضعت واحد الشوية ديال عاصر حامض وضعت واحد المعلقة ديال الكوركم ومعلقة ديال التحميرة غنزيد واحد الشوية وشوية ديال ايبزر على حسب الطوق والكامون ونزيد واحد الشوية للقرفة وشوية ديال سكين جبير صافي ونقطع الربيع فانا مزرو بكن نقطع غيب يديها بالزربة وقليل ما كين لاش نبقى نجبد القطعة وعدنا بنتنقطع فانا ذا بكن نسربي باش لوليداتي جيوي تغداوين ان شاء الله غيرجعوا للمدراسة وضعت واحد جوج جيل الفصوص ديال التومة محكوكين صافي وكننخلط غن نزيد واحد شوية الماء من الروبيني زيت شوية ديال زيتون صافي نخلط مزيان ونشرم الحوت بصراحة ديروا اي نوع ديال الحوت هذا النوع ديال الصمطة ديروا اي نوع كان عندكم هاد شرمو لكا تزي مع اي حوت اي نوع صافي هنا عندي عويدات قصبورو مع دنوس ممكن تديروا ديال الكرفسي لكانوا عندكم ودرت واحد شوية ديال بس بس مقطع صافي نزيد خيزه مقطع ولبطاطا كنستفهم مزيان صافي ونستف الحوت فوق من النوم وغنشعل البوطة صافي وضعت الحديدة فوق البوطة وكنحت الطاجين فانا نسيت الملحة يلا زيتها ديال فوق الحوت ولا فوق الخضيرة وغنزيد شوية ديال زيت نباتية صافي ونكمل نصيب ديال الطاجين بصراحة كي يزيل ديد فاجربوه بها الطريقة صافي كان ستف الفلفل اللي انا مقطعها دوائر ومقطعها على شكل طولي كانت واحدة بغت تخسر واحد شوية وقطعتها على شكل طولي قطعت من هدك الشيلي خاسر صافي وماطيشة واحد الحبة ديال ماطيشة بديت كان قطعها دوائر تهي وكان ستف تبصي اللي بقى في شرمولة ديال الحوت نزيد واحد نصف كأس ديال الماء صافي كان نشله وكان خوية كان مرق به نزيد نشله بواحد شوية الماء وغنزيد واحد شوية ديال الملحة من الفوق الملحة دائما كتبقى حسب الطوق صافي وكنزيده كان سد الطاجين دياللي تقريبا صافي ما كان بقاش نزيد المرق هاد الشي فاش كي طيب طويجين ديال الحوت والخضيرة كنخلي حتى كي يبدأ يتبخ صافي وكان نقص عليه النار تقريبا واحد نص ساعة قاحت ربعين دقيقة على الاكتر كي يكون طاب ما كيتعطلش في الحوت دغية كي طيب فاني وعندي واحد الكأس الى ربع ديال السكر ساندة وواحد الكأس الى اصبع ديال الطحين ابيض خاص بالحلويات صافي كنوضع البيض كامل في البول وغنزيد الفاني والسكر ونبدأ نطرر بالطرر بالكهربائي حتى يطلع لي البيض فانا كنحاول نعطيكم العبار بالكأس ديال لعنبي باش كل شي صوب الوصفات بصراحة هاد لاجينواز كتزي ناجحة مئة بالمئة واختكوني مع مرك ما صيبتيها زعمي او جربيها غتنجح معك ان شاء الله من التجربة اللولى فاختكم لطيفة انسانة بسيطة وكتشارك معكم ووصفات بسيطة واقتصادية واكيد ناجحة وزوينة فكنتمنى ما تنسونيش من تشجيع او لايك واشتراك وشكرا وهذا القوام ديال الخاليط من بعد ما طلعته فهو ما بنش مزيان في التصوير ولكن راه كيجي البيض طالع صافي كان بدا نزيد الطحين بالتدريج كأس الى اصبع فانا كنت مغرب للطحين ومن الاحسن انني نبقى نزيده هكا وانا يكن غربه على ثلاثة ديال الدفوعات ودائما كنخلط ملتحت الفوق ملتحت الفوق بسباتيل باش كنحفض على البيض اللي انا يمطلعه باش ما يهبط معايا صافي كان بقى نخلط بالطريقة اللي انتم ممكن تشوفه دائما ملتحت الفوق بنسبل طحين والسكر بالعبار مية وعشرين قرام اللي استعملت من كل واحد صافي هنا يكملت طحين غنبدا ندخله مزيان في الخاليط انا مصرع الفيديو باش ما كيجيش طويل بزاف صافي الخاليط ديالي جنس ناخد واحد شوية من الخاليط نضعه في واحد زليفة وناخد شوية ديال الكاكاو واحد المعلقة صغيرة ديال الكاكاو المر كنزيدها صافي وكنخلط ما كنزيد حتى شي موكوين اخر نخلط مزيان غنزينو بها ان شاء الله الرولي ديالنا باش كيجي منمر وهاد المول اولا تفرجته بورقة بخوضها انتو بشوية ديال زيت نباتية والطول ديالو 37 سانتيم اعلى 28 سانتيم و باش ما كيحتاجش الزيين من الفوق صافي كنبدا نشكل خوطط بعد مما وضعت الخاليط فوحد البوش او كندير الخوط هكذا بهذا الشكل صافي نستمر حتى نكمل الخاليط اللي عندي في البوش او ممكن تديرو الخاليط غير في بلاستيكا او لا تديرو غير بالمعلقة فانا هاد البوش كنت خديته غير بالدرهم قالي قديل الاستعمال واحد انا يكن غسله وكنخدم به حتى يتقطع فهو غير بلاستيكي لن ينسان الله سيؤتين من الغير مجرد مجرد ونقضم جيد وندخله الفرن مسخر من قبل واحد اربعات دقيق على افيمه لحتي طيب من الفوق ورده يتحمر واحد سوء من الواجه ونقضر ان يفتش الواجه يحمر وهنا صافي جيت الغضاء طاب وحطيت باش نتغذى وهذه هي الغضيوة ديالنا اللهم ادمها علينا نعمة وحفظها من الزوال صافي حطيت الخويز ودكشي اللي قسم الله ديال بديسير خيركم في ديوركم انتغذى ورجع معاكم باش نكملوا ان شاء الله كيكرولي وهنا يجين وزيلي طاب بصراحة كيجي اسفنجي وخفيف كيجي زوين بزاف ورطي طب بصراحة الشكل دياله كيشهي ولكن من دائما اي حاجة درتها في الفران دائما تردو فيها البال فانا رضيت فيه البال وخا عندي واحد الزيهات في الفران كتحمر كما ترونه واحد شوية محمر من هذا الزيهة والزيهة اللي هي ملي هي هذيك ولكن وخاها كذا كزوين صافي كان قلبو كنحييدو من ذاك الورقة ديال الطبخ وقلب داك الورقة ديال الطبخ باش نعود روليه فيه باش مانديرش واحد اخر صافي كان قطع ذيك الزيهة اللي جاتني محمره نقطعها واحد شوية صافي غير كان قدو صافي هادا هو الشكل ديالو بصراحة كي يجيزوين وخفيف اسفنجي صافي كارولي ونخليه واني اغنوجد الكريمة باش غندهني ان شاء الله الرولي كي كارولي عندي كأس ديال عصير ماندارين ومعلقة كبيرة ونص سكر سانيدة ومعلقة كبيرة ونص ديال الناشا وعندي واحد المعلقة صغيرة ديال الزبدة صافي هادا هما المكونات نخلط مزيان الخاليط ديالي والزبدة تال من بعد وهنايا كنخلط فوق النار تكون متوسطى كنستمرو انايا كنخلط ما كنحيتش ديال حتى كتعقاد لي الكريمة ها هي عقادت صافي غنزيد هذه المعلقة الصغيرة ديال الزبدة فانا درت غير الزبدة ديال العلبة ممكن تديرو حيوانية صافي كنخلط مزيان بصراحة كتجيزوينة وهاد الكريمة تعمرو بها لي تغطولت او لا تزينو بها لي كيك او لي ميني كيك هانتم القوام ديالها بصراحة كتجيزوينة وضقت الماضي دقبوش حلوه حيث على حسب الليمون وشك يكون حلو اولا القيتها هي هادك بنينة صافي كنفتح الرولي وهنايا يغاندهنو كامل بصراحة كيزي خفيف وزوين كنتمنى تجربوه وترضو عليها صافي غاندهنو كامل فالكريمة كاتجي هي هادك الكأس ديال عصير الماندارين والمكونات اللي عطيتكم كيزيوهما هادك للرولي صافي وبديت كننلوي وانايا كنضغط واحد شوية صافي بصراحة ارتب كيك رولي ارتب واسفنجي وهنايا صافي غانقدموه في الطبق ديال تقديم وهنايا بديت كنقطع بواحد الموس بصراحة كيزيوين ما كيحتاج شي تزين فكيف مما قلت لكم زينناه بالكاكاو هادا هو الشكل ديالو هانتوما كيزير طبقه خفيف كيدف الفم فهنايا غانبدا نقطع معاكو بصراحة هو اقتصادي كيطلع علينا رخيص والمكونات بسيطة انايا قطعت 5 ديال القيطع وبقي لي الرولي تقريبا نقطع منه 15 قيطعة بقي لي جهد 10 ديال القيطع وانايا قطعت يد 5 هذا هو الشكل النهائي ديالو كانت مني يعجبكم وتجربوه والفيديو ديالي كيوصل للنهاية ديالو كانت مني نكون خفيفة ضريفة على قلبكم وتكونوا استفتوا معايا في هادلا فيديو الى اللقاء